بسم الله الرحمن الرحيم لازال الحديث حول الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة ونتحدث عن أوقات الصلاة وهنا مسألة دخول الوقت بغلبة الظن دخول وقت الصلاة بغلبة الظن دخول وقت الصلاة إما أن يكون يقينا وإما أن يكون بغلبة الظن وإما أن يكون بالشك فدخول الوقت يقينا هذا لا إشكال فيه ترى الشمس في يوم صحو تغرب فتيقنت أن الشمس قد غربت فدخل وقت صلاة المغرب يقينا دخول الوقت بغلبة الظن أيضا إذا كان الجو غير صحو وغلب على ظن الإنسان دخول الوقت جاز له أن يعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصلاة ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس وجه الدلالة من الحديث أنهم أفطروا بغلبة الظن فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول وقت الصلاة هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث ما الطرق أو ما هي الطرق التي يحصل بها غلبة الظن هناك عدة طرق منها الإجتهاد لبن عنده أداة الإجتهاد وعنده القدرة على معرفة الأوقات والاستدلال بالنجوم أو نحو ذلك من الأدلة التي يستطيع أن يميز بها دخول الوقت أو عن طريق خبر الثقة سواء كان هذا الخبر متيقناً أو على غلبة ظنه والثقة هو من يوثق بقوله من مكلف صدوق المكلف المسلم العاق البالغ ومعروف عنه الصدق أما دخول الوقت بالشك فهذه هي الحالة الثالثة نحن قلنا دخول الوقت يقيناً ودخول الوقت بغلبة الظن والحالة الثالثة دخول الوقت مع الشك يعني هل دخل الوقت أم لم يدخل الوقت شاكم فيه والشك هو تساوي الاحتمالات بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر هناك قالوا لا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل عدم دخول الوقت فلا يعدل عن الأصل اللي هو عدم دخول الوقت إلا بمسوغ شرعي مسألة قضاء الفوائد يجب قضاء الفوائد فورا دون تأخير والفوائد هي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها سواء كانت نفلا أم فرضا مثل صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس من كبد السماء إلى أن يصير ذل كل شيء مثله فإذا تركها إلى أن يصير ذل كل شيء مثله إذا خرج وقتها وأصبح ذلك الوقت هو وقت صلاة العصر دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فليصليها هنا قالوا الأمر للوجوب فدل على أن قضاء الفوائد واجب وأنه يكون فورا حينما يذكر هذه الفائدة مسألة هل يقضي من ترك الصلاة عمدا بدون عذر اتفق الفقهة رحمهم الله على وجوب قضاء الفوائد فورا إذا تركها لعذر واختلفوا إذا تركها عمدا بدون عذر إلى قولين القول الأول وهو قول الجمهور من العلم قالوا إن قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر أو لغير عذر واستدلوا على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وهنا عم لم يحدد هل تركها بعذر أو بدون عذر ثانيا أنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه والدين لا وقت له ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا القول الثاني أنه أن العبادة إذا فاتت العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها وليس له عذر تركها متعمدا بدون عذر فإنه لا يجب عليه القضاء قال بهذا بعض الفقهاء واختاره ابن عثيمين رحمه الله واستدلوا بما يلي أولا قالوا أن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولها وآخرها والمحدود بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت كما قال سبحانه وتعالى أن الصلاة كانت على الممين كتابا موقوتا فلا يجوز أن يصليها قبل ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد الوقت إلا لعذر وهذا ليس له عذر ثانيا إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمر نفه ورد فإن تكون هذه الصلاة إذا فعلها في الغير الوقت المحدد متعمدا تأخيرها بدون عذر يكون قد خالف ما أمر به من فعل الصلاة في الوقت المحدد فيكون عمله مردود عليه ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بلا اتفاق فكذلك بعد الوقت والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يقضي والله أعلم مسألة هل يقضي الصلاة الفائتة على صفتها نعم يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يأخذ حكم الأداء وهذه قاعدة معروفة فعلى هذا يقضي صلاة الليل لو قضى صلاة الليل في النهار جهر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة النهار في الليل أسر فيها بالقراءة وهكذا والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت صلاة الليل كالركعتين الأولى من المغرب والركعتين الأولى من العشاء والإصرار بالقراءة إذا كانت صلاة نهارية كصلاة الظهر أو العصر أيضا بن الأدلة حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا في صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل الغدات فصنع كما يصنع في كل يوم يعني جهر بالصلاة ومع أنه صلها في النهار مسألة هل وجوب القضاء على الفور أم على التراخي وجوب القضاء على المذهب أنه فورا بمجرد أن يتذكر الصلاة التي نسيها أو يتمكن من فعل الصلاة فورا يفعلها في أي وقت أستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يعني وقت ما يذكرها فيصليها فهذا دليل على الفورية وكذلك الأمر يقتضي الفورية وهذه قاعدة أصولية هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر